موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد عنوانت جريدة البريوديكو الإسبانيا في عددها الصادر ليوم الاثنين الموافق لاثنان دجمبر 2019 قالت بأن كل شيء جاهز من أجل يعني الإمضاء على الأشخاص يعني فرنسيين ولا إسبانيين ما كان يعني وش هذا بأن غير اللي هو فرنسي ولا غير هو إسباني من أبا عن جديد يعني كان هدروع لإسباني كان هدروع لعطاء مغربي ولا من أي دولة أخرى حصل على الجنسية الفرنسية سواء ولا الجنسية الإسبانية فلهذا غدي يكون مستقبلا إن شاء الله أي حد مشى الفرنسية ولا أي حد جامن فرنسا إسبانيا ما غادش يحتاج يتخلى على الباسبور دياله من اللي كنقوله ما يتخلىش يعني مشي كتنعنيو بها أنك كتشرق الباسبور وإنما أي حاجة بغي تديرها علاش لأنك ينجر طرق أخوتي الإنسان مثلا مشى الفرنسا بغا يخدم وبغا يعيش تيماو ذلك شيء فلهذا كنجر طرق أخوتي إما طريقة أنك تخدم بالباسبور ديالك الأوروبي الإسباني والعكس صحيح ولا يعني من بعد مدة معينة كتمشي وكتطلب أوراق ديال الإقامة وكينو حال الإجراءات خاصة تديرها وكتحصل على الإقامة ومن بعد مدة معينة كتأخذ الجنسية الفرنسية فلهذا ما غا يمكنكش أنك من بعد أنك تخلى على الجنسية الإسبانية فلهذا مستقبلا غا يكون عندك جوج باسابورتس معترف بهم وتدير بهم أي حاجة بجوج كيف ما كتعرف أخوتي يعني أي مغربي عنده الجنسية الإسبانية وبغا يمشي المغرب خاصة ولا بدا يدي معها لكارت ناسيونال علاش ديرها هاد لكارت ناسيونال المغرب لأنه ممكن بعد المعارضين كالناس اللي كي طلبوا اللجوء فكين بعض الأشخاص اللي يمنوع لهم مثلا يدخلوا للمغرب باسبورت مغربي لشنو كيدرون من بعد كي حصلوا على الجنسية أوروبية ولا كنادية ولا أمريكية وكيبغي يدخل فلهذا هو منوع من الدخول في اللي كيبغي يدخل خاصوا ولا بدا يبرزنتي الكارت ناسيونال باش يعرفوا السيد شكونوا باش يتبتوا الهوية ذياله فلهذا كي طلبوا من عندك الكارت باش يعرفوك فللي كان منوع لك رك يردوك كانت رشاش رك يشدوك على إيتي حال إخوان ينتابهوا لهذا المسألة ديرها من حقهم أنهم ما يخليكش تدخل لبلادك بجواج السفر كيف ما بيكون نوع لأنك يشوفوا الاسم كيشوفوك منوجك يعرفوك بأنك مغربي فللي بدخل ما عرفوك أنت شكون هذه مسألة رجعوا المسألة اللي ديري نحن لهذا الفيديو هذا ديل هاد الاتفاق ما بين إسبانيا وما بين فرنسا على دوبلي ناسيوناليتي مع بعضياتهم كيف ما غادي تشوفوا معي هنا بأنهم غادي يكونوا هما الدولتين الأوائل اللي غادي يفعلوا هاد الاتفاقية هذي كيف ما كتشوفوا معي هنا سيكون هاد الاتفاق هو الأول ما بين دولتين من أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن أشنو اللي كان أخوتي اللي كان هو كيف ما كنت لكم أي واحد بغيم شي الفرنسا يخدم إما يخدم بالباسبور إسباني وهذا من حقه يحصل على خطة سينيطارية ويعني جميع الواجبات كأنك بحالك بحال فرنسي ولكن كان بعض الناس كيقول لك لا أنا بغيت الإقامة مربما مستقبلا تخلى على الجنسية الإسبانية ولا إذا لم أرجح النظرきます Ordin ou嫩i ولا مر يعني إلى الستوار مهم الأسباب كنت تتنوع فلهذا مستقبلا لا فائدة بأنك مثلا تخلى على الجنسية مثالك ديالك الإسبانية فلهذا مستقبلا غادي تتبقى عندك إزدواجية الجنسية يعني غادي تتبقى عندك الإسبانية أو إذارة م injust SECRET فإنसالة في فرنسا تقدر ضبط الباسبورت صلة إسبري وكأنsها一 estudia ولكن ده بحاليا اخوتي اي واحد ما يقدرش مثلا عنده حصل على الجنسية الفرنسية ومشي لشي اداره وجبت الباسبور دياله الاسباني هذا ممنوع منعا كليا فهذا الانسان باش يعرف اشنو يدير مستقبلا فاليذا انا حبيت نشارك معكم هاد المسألات فان ما كي لاش يعني ندخل معكم في بعض المتاهات حبيت غير الاشارة اللي هو هاد نوه بها هاد المسألة مثلا الناس هنا اللي كيحصلوا على الجنسية اه الاسبانية فما اللي كتمشي تدير انت القسام يعني الاخورة يعني كتتعهد وكتؤدي القسام عن انك ما تخونش وكده وكده يعني بزاذ دي الناس غلطة انك تتعبك انك تتخلي عالalgوجر ديالك ماكينش اخوتي اللي غادي يسولك عالدينة ديالك وهذا هو الشيء الاهم وهذا هي الديمقراطية الاوروبية بانا الانسان ما كيتدخلوش له في الدين ديالو فا FOREP كي يقسم على انه مثلا يتخلى على الجنسية مثلا ديله المغربية. كنقول لك تتخلى على المشي كتشركه ولا كتحركه وانما اي ادارة بتيت مشي لها هنا في اسبانيا ما تديش معك الباسبور المغربي لانه ما نعمل عن كلين عندما تحصل على الجنسية الاسبانية. كذلك ومثال اي اسباني مشى الفرنسا ما كيخصوش يوري الباسبور الاسباني في حال تشد الجنسية الفرنسية ولكن مستقبلا يمكن يكونوا عندك دوس باسبور يعني الاسباني والفرنسي. اخوتي هاتش اللي كين هدا في الفيديو دي يعني بلا ما نطول عليكم هاد الكلام هاد اللي كين يعني لا فائدة منه. المهم ان اختصرت لكم بشكل كبير. فنتمنى اعجبكم الفيديو ديالي وما تنسوش الدعم ديالنا كيف موالفين. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.